مقارنة اليوم مقارنة يوتيوبر الحلقة رقم ثلاثة تفكر اسوي انترو لهذه السلسلة لان شكلها هتكون دائما بالقناة المقارنة ما اليوم رح تكون بين اكبر قناتين عائلية تقريبا المنافس الاول عائلة سمند وشهد اللي هما يوتيوبر عندهم تقريبا خمس ملايين مشترك المنافس الثاني عائلة انس واصالة طبعا كالعادة فكرة المسابقة رح تكون عبارة عن خمس نقاط رح تتوزع عليهم من اشياء رح تعرفوها بالمقطع لكن ما يبدأ تضعوا لايك تشتركوا بالقناة ويلا نبدأ النقطة الاولى واللي هي الالتزام صراحة اني ما تابع القنوات العائلية لانواحسها موجه للاطفال اكتر من عندي يعني بس اذا اكو شي واحد يخليني صدق احترهم للقنوات العائلية نادرة ما اشوف قناة عائلية مش كثير متلزمة باليوتيوب خليني نبدأ بعائلة شهد وسمند عائلة شهد وسمند ينزدون مقطعين تقريبا بالاسبوع الواحد بمعدل 8 مقاطع بالشهر وبالفعل هما حاليا منزلين 7 مقاطع بالشهر اما عن انس واصالة فانس واصالة ينزلون 3 مقاطع بالشهر الواحد يعني 12 مقطع بالشهر وحاليا هما منزلين 11 مقطع بهذا الشهر فاتوقع النقطة واضحة راح تروح الانس واصالة النقطة اللي بعدها هو اللي هي جودة المحتوى مثل ما لاحظنا قبل شوية انه شهد وسمند ينزلون مقطعين بالاسبوع الواحد يعني يكون عادهم ثلاث ايام على موضي يجهزون للمقطع كتصوير وكمونتاج ولكن ابدا ما اكوا اي جودة صراحة كثير قوية يعني مجرد مقاطعهم يضيفون موسيقى ويقسقصون ما اكوا اي افكت على المقطع الواحد وحتى افكارهم الصراحة المشي كثير قوية اغلبهم ياخذوها من الترند اما عن انس واصالة فمثل ما قلنا ينزلون 3 مقاطع بالاسبوع يعني عادهم يوم واحد بس يجهزون للمقطع كتصوير وكمونتاج صحيح مش الجودة القوية ولكن اذا قارننا بيناتهم يعني كجودة انس يتفوق هو واصالة وحتى بالافكار الصراحة طبعا هذا الشي يرجع الفضل يعني الانس لانه عندها خبرة سابقة باليوتيوب فهذه نقطة بلا شك ايضا لحتروح الانس واصالة النقطة الثالثة والتي هي نقطة الشخصية مثل ما اقول بالعادة انه تختلف من شخص الى شخص هذه النقطة بس مرات احكم بيها انه يكون اكوا شي معين او اشياء معينة تختلف من شخص الى شخص ولكن صراحة شخصياتهم كثير قريبة فريدكم انتو تحكمون بهذه النقطة بالكومنتات من يشوفون شخصيات عفوية يضحك اكثر على حسب رأيكم بالكومنتات النقطة الرابعة هل محتواهم مناسب للاطفال مثل ما ذكرت قبل شوية انه القنوات العائلية محتواهم للاطفال موجه فيعني اكيد لازم يكون محتواهم مناسب للاطفال خياني يشوف شنو اسوأ شي سوا عائلة شهد وسمن مقلب الخيانة الزوجية ما توقعت تبكي مقلب البوسة اش هذا طيب نشوف اقطاع الثاني لو خيروك تبوسها قدام العالم او تمسحين مكياجك باستغفر الله صحيح هذه المقاطق غير اخلاقية و غير مناسبة للاطفال بس لكنهم يسببون الرعب للاطفال عاكس اللي سواه انس واصالة مخلب ارميت فنتي صراحة هذه السخافة عن لأنジن يجيب مشاهدات يعني فهذه النقطة نوعا ما هتروح للشهد وسمن لانو ماضي انس واصالة صراحة ماضي سيئ بالمقالب ومن هلكل كلام ولكن الحمد لله حالياً شهد و سمد أو أنس و أصالة محتوىهم مناسب للأطفال لما يسوون أشياء غريبة فيا بس أنا ماضيها وما لدى أحجي النقطة الأخيرة اللي راح نتكلم عليه هو اللي هي نقطة الاستغلال طبعاً لو كان أحمد و حسن موجودين بهذه المنافسة كان حيأخذون مركز الأول ولكني لاحظت أيضاً عند هذول هم شوية أكو استغلال فحتم لاحظت من شهد و سمد أنه آخر 20 مقطع من نزليه في 16 مقطع عن الولادة والحمل ولما يعرف مقاطع ولادة وحمل يعني عبارة عن مشاهدات نار يا حبيبي أما بالنسبة لأنس و أصالة فمن آخر 20 مقطع عدهم 6 مقاطع عن الحمل والولادة و يعني عن الحمل فيا مش كثير كثير فيعني أحسن على الأقل فهذه النقطة أيضاً راح تروح إلى أنس وبالحالة أنس راح يكون فاز بهذه المنافسة هو و أصالة فارق نقطتي حالياً فقرد أراء المتابعين كالعادة نزلت المنتدى وسألتكم برأيكم بهذه الشخصيين و راح نطلع بعض تعليقاتكم ونقراها التعليق الأول يقول الآن اثنائة وما أحبهم بس أحب شهد و سيمد أكثر ما أدري ليش التعليق الأول يقول صوت شهد هادي وحلو بس صوت أصالة نبرة أعلى فأصالة فوز بالصوت أكيد أصالة صراحة صوته كثير خراطي بالغناء التعليق الأول يقول الثنائة حلوين طلع تعليقي التعليق الأول يقول أنس وأصالة لأن كثير مرحين ومخطومين ومقاطعهم حلوة كثير صراحة هذه النقطات التي قمت بتقولولها بالكومنتات يعني شخصيتهم محظومة من الشخصيت المحظومة أكثر اكتبوها بالكومنتات يعني التعليق اللي بعد يقول سيمد وشهد حلوين بمسألة على الشكل بس مو مشكلة التعليق اللي بعد يقول الصراحة بحس الأثنين مليحين بس أنا أصالة أكثر عفوين وعلى طبيعتهم أكثر من سيمد وشاهد أو سيمد وشاهد فيا سيمد وشاهد حسيت وكأنهم بيستغلوا منهم لمشاهدات يعني أكثر من الفيديو نزلوا عن بدهم أما ناس وأصالة ما نزلوا كثير فيديوهات عن حمل أصالة وكانوا ينوعوا بالفيديوهات أكد سيمد وشاهد طبعا بحبل الأثنين بس هاي وجهة نظري صراحة شي جميل أنه يعني أنتوا اتفقتوا إياي بالنقطة لما الاستغلال ذكرتها قبل شوية فيا التعليق الأخير أو هذي التعليق الأخير أحطوكم إياها شوفوها ما راح نقدر نحط كثير بالمقطع يعني لأنه وصلنا إلى نهاية الحقيقة تشتركوا بالقناة مع السلامة